يلتقي وزير الخارجية الروسي سرغي لفروف اليوم بنظره الأمريكي جون كيري في مدينة هامبورغ الألمانية لبحث الأزمة السورية في غضون ذلك دعت فصائل المعارضة في حلب إلى إعلان هدنة إنسانية فورية من خمسة أيام في شرقية المدينة وطالبت في بيان أن يجري خلالها إجلاء المدنيين الراغبين إلى ريف حلب الشمالي التقريب التالي وتفاصيل هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام ومفاوضات لبحث مستقبل حلب دعت إليهم المعارضة السورية بهدف وقف نزيف الدماء في المدينة المحاصرة وإنقاذ نحو خمسمائة حالة طبية حرج شرق حلب كما طالبت المعارضة بإجلاء كل المدنيين الراغبين في مغادرة شرق حلب إلى منطقة ريف حلب الشمالي بعد أن باتت محافظة إدلب منطقة غير آمنة مطالبة تجهلتها روسيا الحليف الرئيس لنظام الأسد قيلة إن العرض الخاص بخروج مقاتل المعارضة السورية من شرق حلب لا يزال قائما مشيرة إلى أن عدد من خرجوا قليل الغاية وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة جملة وتفصيلة واكدة أنها لن تسلم المدينة المحاصرة لقوات النظام مهما كان الثمن يأتي هذا فيما يلتقي وزير خارجية موسكو وواشنطن في هامبورغ الألمانية حيث يتوقع أن يكون الملف السوري على رأس أجندة مباحثاتهما كيري الذي نفى في وقت سابق رفض بلاده عقد لقاء مع جانب الروسي بشان حلب لبحث خطة خروج مقاتلي المعارضة أكد أن سقوط المدينة بيد قوات النظام لن ينهي العنف وأوضح أن الأطراف المعنية بالأزمة السورية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشان كيفية إجلاء أو حماية المدنيين في المناطق المستهدفة بحلب داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وفيما تتوصل مساعي السلام لحل أزمة حلب يستمر النظام في حملته الشرسة لإحكم سيطرته على حلب القديمة من يد المعارضة بعد أن توغل هناك في إطار تقدم سريع خسر فيه مقتل المعارضة خلال الأسبوعين الماضيين نحو ثلثي أراضي القسم الشرقي المحاصر من مدينة حلب ارتفع فيه عدد القتل المدنيين إلى ثمانمائة وثمانية وعشرين شخصا لتصدر قوات المعارضة للانسحاب من اثني عشر حيان حول الموضوع عبر القمصة نعية مباشرة من إسطنبول ينضم لنا الدكتور نصر حريري عضو الهيئة السياسية في الاتلاف السوري دكتور نصر مساء الخير أهلا بك معنا المعارضة إذن تدعو لإجلاء المدنيين بحلب وتقترح هدنا لخمسة أيام بالمقابل موسكو تتمسك بخروج المقاتلين يعني في ذلك الهدى إلى أين ستصل المفاوضات يعني أولا المفاوضات بدأت منذ فترة في جينيف وفشلت أمام الإصرار الروسي بإعطاء ضمانات بوقف استهداف المدنيين ووقف القصف الجوي حتى مفاوضات أنقرة غير المباشرة والتي أتت في ظل غياب أي مبادرة دولية من أجل حماية المدنيين كان هناك عائقين أمام هذه المفاوضات العائق الأول هو العائق الإيراني الذي صرح بشكل علني أنه يعني نحن انتظرنا لمدة ثلاث سنوات حتى أطبقنا الحصار على الأحياء الشرقية لمدينة حلب فلن نسمح اليوم لأي مبادرة تؤدي إلى أدخال المساعدات وكان هناك رفض روسي الآن الفصائل الثورية وعكس ما كانت تدعي روسيا دائما أنها تتخذ المدنيين دروع بشرية وتمنعهم من الخروج وافقت مرتين على مبادرات أممية من أجل تطبيق القضايا الإنسانية في حلب ووقف استهداف المدنيين وكان نفس العائق الروسي الإيراني اليوم تنطلق مبادرة من الفصائل نفسها بحرصها على المدنيين الذين اليوم تضيق بهم الدائرة في حلب ويعيشون ظروف إنسانية صعبة للغاية أمام استهداف بآلة عسكرية عشوائية لا تميز بين الأخضر واليابس تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا كل أنواع الأسلحة تستخدم اليوم في حلب طبعا بعدم وجود مشافي ولا مراكز طبية ولا أي بنى تحتية حتى هذه اللحظة على الرغم من ادعاء الأفرف أن المهلة لا تزال موجودة يستمر القصف على كل الأحياء الشرقية لمدينة حلب طيب دكتور ناصر حراك سياسي يجري الآن في الملف السوري لقاء ما بين كيري ولافروف أيضا ست عواصم غربية تدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب كل هذا يوازي طبعا حراك عسكري على الأرض وقصف مستمر على الأرض ووضع إنساني متأزم جدا في حلب أين أنتم كمعارضة سياسية من كل هذا؟ ما موقف المعارضة السياسية؟ يعني موقفنا أولا أولا روسيا أخذت تفويض من المجتمع الدولي باستخدام هذه الطاقات العسكرية في سوريا وما يجري على الساحة الدولية من نشاطات سياسية ودبلوماسية فاشلة حتى هذه اللحظة يعني عشرات الاجتماعات بين كيري ولافروف لماذا؟ لأن المجتمع الدولي لا يزال يعول على الخيار السياسي الدبلوماسي في حين أن الخيار الآخر الروسي هو خيار عسكري بامتياز بالتالي لا أتوقع حدوث أي نتائج لمثل هذه المفاوضات أما أين نحن؟ يعني موضوع المفاوضات انتهى في العشرين من نيسان لعام 2016 لماذا؟ لأن الروس كذبوا على المجتمع الدولي وعلينا وعلى الجميع عندما قالوا أنهم سينفذون البنود الإنسانية الموجودة بالقرار 2254 في حين كانوا هم رايحين باتجاه القوة العسكرية واليوم الفصائل الثورية هي أمام عدة جبهات الجبهة الأولى هو انقطاع الدعم عنها بإرادة أمريكية والفصائل المحاصرة اليوم في حلب أعطت خيارها بوضوح أنها مستنرة في معركة الصمود ولن تخلي الأحياء الشرقية لمدينة حلب لذلك الجهد الثوري المعارض اليوم مقسوم ما بين فصائل عسكرية انقطع عنها الأصدقاء وتخوض معركة صمود منفردة وبين معارضة سياسية لا تزال تعمل مع مجلس الأمن مع منظمة الأمم المتحدة لكن للأسف الشديد دون نتائج تذكر دكتور نصر في حال نجحت المفاوضات أي الاتفاق ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كيف سيتسافدون منها كمعارضة سياسية سورية وكمعارضة سورية ككل؟ اليوم المبادرة التي تم تسليمها من الفصائل للهيئة العلية للتفاوض وهي الهيئة المسمى من قبل الجميع لإدارة العملية التفاوضية الآن إذا بالفعل وأنا لا أتوقع ذلك إذا حصلنا على نتيجة من لقاءات لافروف وكيري أكيد ستكون فيها فائدة كبرى اليوم كل ساعة أو دقيقة يتوقف فيها القصف هذا يعني أننا نحمي مزيد من الأرواح وإذا تم برعاية أممية إخراج المدنيين حتى لا يكونوا هدفا مستباحا أمام القصف الروسي كذلك هذه ستكون فائدة كبرى لكن لن يؤدي هذا الموضوع إلى نتائج حقيقية على الأرض دون الدخول بعملية سياسية حقيقية مبنية على المرجعية الدولية من أجل تحقيق الانتقال السياسي ما عدا ذلك هو علاج تخفيفي مؤقت للمدنيين المحاصرين في حلب حتى يتم الانطلاق باتجاهات أخرى طيب في ظل كل ما يجري في ظل القصف المستمر في ظل ربما هذا عدم الاتفاق الذي تتوقعونه إلى متى ستصمد المعارضة العسكرية على الأرض وأيضا بالمقابل ما موقف وما دور المعارضة السياسية لحماية المدنيين على الأرض يعني أولا الفصائل الثورية اليوم بالفعل يعني هذا ليس يعني مزاودة ولا يعني مشاعر ساخنة هي صمدت صمود أسطوري ست سنوات تصوري المؤسس العسكرية للنظام والمؤسس الأمنية وقطعان الشبيحة الحرس الثوري الإيراني حزب الله ميليشيا مرتزقة من كل أنحاء العالم واليوم دولة كبرى مثل روسيا واستمرت الفصائل لمدة ستة أعوام أولا يعني هذه المعركة أو تلك ليست المعركة الأولى في معركتنا ضد النظام والاحتلالين الروسي والإيراني وليست المعركة الأخيرة والثورة في سوريا لها أذرع متعددة منها ما هو المسلح الذي ذهبنا إليه اضطرارا للدفاع عن أنفسنا ومنها ما هو المدني والطوعي والثوري ووائل آخره فبالتالي هذه لن تكون أول ولن تكون آخر المعارك هذه رقم أواحد رقم اثنين المعارضة السياسية اليوم تعمل من خلال الشركاء ومع الشركاء أصدقاء الشعب السوري إلى الذهاب إلى الأمم المتحدة بعد أن عجز المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن من اتخاذ قرارات جدية لا شك أن معركة الأمم المتحدة هي معركة ليست سهلة صعبة للغاية علينا وعلى أصدقائنا وليست مضمونة النتاج ولكن لا بد بموازات هذا الحراك العسكري الصمودي الأسطوري لا بد من حراك سياسي مع المؤسسات الدولية حتى نصل إلى الدرجة التي نستطيع من خلالها وبالتعاون مع الدول الحرة في العالم إن بقيت هناك دول حرة أن نحصل على نتيجة وأن نرغم روسيا على وقف استهداف المدنيين والذهاب إلى طرق تمكننا من حماية الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية وإلا الأمور بهذه الطريقة ستذهب إلى الهاوية ليس فقط في سوريا وإنما باعتقادي في كل المنطقة شكرا جزيلا لك دكتور ناصر حريري عضو الهيئة السياسية في الاتلف الوطن السوري كنت معنا عبر الأخماس تنعي مباشرة من إسطنبول